بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في أولى حلقات برنامج مكارم الأخلاق أقول إن مشاكلنا اليوم لو نظرنا في وسط نحيا بينه وفي وسط نروح فيه ونجيء لو وجدنا أن المشاكل اليومية أغلبها مشاكل أخلاقية المشاكل إذا نظرت إلى المحاكم التي تعج بمشاكل في المحاكم وفي الطرقات وفي المواصلات وفي كل مكان وفي كل مكان من أرجاء الحياة تجد أن معظم المشاكل مشاكل أخلاقية ليست مشاكل نصب وليست مشاكل اختلاس وإنما هي ما بين غيبة ونميمة وقذف وسب وشتم وافتراء حتى الذي يسرق هو لص أخلاقه ليست أخلاق محمدية وليست أخلاق أخلاق إسلامية فتأمل إلى المشاكل التي تعرض حتى بين الزوج وزوجته من أولها إلى نهايتها من طلاق ومن خلع وحضانة ووصاية ونشوذ إلى النهاية حتى بين الأب وابنه تصل إلى السب وأحيانا تصل إلى الضرب هي مشاكل أخلاقية مشاكل الكيل والقال وما يحدث في حياتنا اليومية كلها تجدها مشاكل أخلاقية أقول لكم اليوم ماذا لو ماذا لو طبقنا في حياتنا اليومية الأخلاق الإسلامية خذ مثالا ماذا لو طبقنا خلق الغيبة لا تجد غيبة في الحياة الرجل لا يغتاب أخيه الصاحب لا يغتاب صاحبه الزميل في العمل لا يغتاب زميله لا تجد غيبة الزوجة لا تغتاب حماتها الحمى لا تغتاب زوجة ولدها لا تجد غيبة في حياتنا اليومية عندما نجد غيبة في حياتنا اليومية على غير المسلمين الزيبة حرام محرمة في حياتنا اليومية بكل ألوانها بكل أنواعها بكل أشكالها لغيبة في الحياة لك أن تتخيل معي كيف تكون هذه الحياة إذا منتقلت إلى الخلق الآخر خلق النميمة لا تجد نماما هذا لا ينقل لي كلام فلان هذا لا يقول فلان قال عنك كذا ولا فلان تكلم في حقيقة بكذا فخلق الغيبة ممنوع وخلق الغيبة لا وجود غلق النميمة لا وجود له في الحياة ثم لو طبقنا خلق الصط لك أن تتخيل معي كيف تكون الحياة إذا ما طبقنا خلق الصط في هذه الحياة لا كذب لا أحد يكذب على أحد لا والد يكذب على ولده ولا ولد يكذب على والده ولا كذب في الحياة على الإطلاق بين الصاحب وبين صاحبه بين الجار وجاره بين الرئيس وبين مرؤوسه وبين كل طبقات المجتمع لا تجد إلا الصط في الحياة لا كذب فخلق الكذب ممنوع تماما في هذه الحياة لك أن تتخيل كيف تكون هذه الحياة وهذه بعض أخلاق إذا طبقناها في الحياة فليست مشكلتنا اليوم مشكلة اقتصادية وليست مشكلتنا اليوم مشكلة سياسية وإنما نحن اليوم نفتقد إلى الأخلاق المحمدية ليست مشكلة اقتصادية فالمشكلة الاقتصادية بيّنها لنا خير البرية صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها يقول النبي من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قوت عام وإنما قال قوت يومه فهذه هي المشكلة الاقتصادية إذا أصبحت آمنا في سربك عندك قوت يومك فلا مشكلة هناك فنحن اليوم لا نفتقد إلى مشكلة اقتصادية ولا نفتقد إلى مشكلة سياسية وإنما نحن اليوم نفتقد إلى الأخلاق المحمدية فلو طبقنا أخلاق الإسلام في حياتنا لوجدت الصحابة يسيرون على الأرض في غير عصرهم لأننا نفعل ونتصف بصفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم فتجد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون في الحياة في غير عهدهم وفي غير عصرهم لأننا اتصفنا بأخلاق الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحصر البعثة التي جاء من أجلها فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت يحصر النبي صلى الله عليه وسلم البعثة التي أتى من أجلها ما جاء صلى الله عليه وسلم وما أرسله إليه ربنا جلت قدرته إلا من أجل أمر واحد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم يقول له ربه جلت قدرته وإنك لعلى خلق عظيم وانظر إلى كلام رب العالمين لم يقل الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد فيك الخلق العظيم بل أتى الله جلت قدرته باللام إنك لا على التي تفيد الاستعلاء فليس في النبي صلى الله عليه وسلم الخلق العظيم فحسب بل هو صلى الله عليه وسلم فوق الخلق العظيم عليه لم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم الخلق العظيم فقط بل هو فوق الخلق العظيم عليه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وانظر إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا جلت قدرته أن نتأسى به وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حسنا في أخلاقه ولو نظرت وفتشت ودققت ما من ابن أنثى على وجه الأرض جمعت عليه جميع حركاته وسكناته ما من ابن أنثى على وجه الأرض حصيت عليه وحصرت عليه كل حركاته وسكناته في حال غضبه وفي حال رضاه في حال نصره وفي حال الهزيم في حال الفقر وفي حال الغنى في كل جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ابن أنثى على وجه الأرض حصيت عليه وحصرت عليه حركاته وسكناته إلا محمد ومع ذلك لم يجدوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم هفوة واحدة لم يجد فيه مغمزا ولا ملمزا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم العدو قبل الحبيب العدو قبل الحبيب لم يجد في النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم هفوة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال الغضب حتى في حال الحياة في جميع حركات الحياة لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هفوة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد عليه وإنما جميع حركاته وسكناته كانت له صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأسوة وهو القدوة وهو المثل الأعلى انظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من هو الذي ينبغي أن تقتدي به وحتى تعلم من هو نبيك ومن هو صلى الله عليه وسلم قدوته ومن هو مثلك الأعلى الذي تسير خلفه وتسير في ركبه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في خلق الحلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد جهل الجاهل إلا حلم والجهل المقصود به هاهنا ليس هو ما ضد العلم بل الجهل المقصود به هاهنا هو ما ضد الحلم يعني كلما ازداد الجاهل السفية سفاهة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم سعة مودة وبسطة خلق كلما ازداد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إحسانا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه رجل فقال يا رسول الله لي قرامه أصلهم ويقطعوا ذنبهم أحنوا عليهم ويجهلون عليهم أعطيهم ويحرمونني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأن ما تسفهم المل والمل هو الطراب المحمي في النار إن كنت كما تقول فكأن ما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله نصير ما دمت على ذلك إذا كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من عوام الناس صلى الله عليه وسلم أتاه يسأله فكيف بخلقي هو صلى الله عليه وسلم وهو لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحلم لم يؤثر عنه هفوة في حياته اليهودي زيد بن سعنة كان حبرا من أحبار اليهود أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصفات التي ذكرتها الطوراة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبقى إلا أمر واحد أنه غضبه حلمه يسبق غضبه حلمه صلى الله عليه وسلم كما هو مغصوف في الطوراة والإنجيل حلمه يسبق غضبه فأراد هذا الحبر من اليهود أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب للنبي وكان ذا مال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أقرضك يا رسول الله فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا لمهلة عام وقبل أن ينتهي العام بثلاثة أيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا بني عبد المطلب يا محمد ألا تؤدي الحق الذي عليك إنكم يا بني عبد المطلب قوم المطل تماطلون في قضاء الدين ثم جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أسرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه الغذة وانظر إلى هذا الجفاء وانظر إلى هذا الجهل الذي عمل به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يأتم وقت سداد الدين الذي هو علم نبي صلى الله عليه وسلم تبقى ثلاثة أيام على قضاء دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي هذا فيمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم من صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويجبزه جبزة شديدة ينطفض منها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بني عبد المطالب إنكم قوم المطل تمطلون في قضاء الدين ولا تؤدون ما عليكم من حق حينئذ يقف عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويشهر السيف يا رسول الله دعني أن أضرب عنق ويشهر سيفا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر ثم يقبل على الرجل ويقول له لقد بقي ثلاثة أيام على موعدك لأجلك الذي بيني وبينك ألم نتفق على الموعد الفلاني وهذا الموعد تبقى عليه ثلاثة أيام إذن أنت تطالب في غير وقتك بقي لك ثلاثة أيام ثم يقبل على عمر رضوان الله عليه ويقول له يا عمر هل لا أمرتني بحسن الأداء انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن لعمر فالنبي يريد من أن يأمره يقول الرسول لعمر هل لا أمرتني عمر هو الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الرجل دينة وأن يزاد عليه ثلاثين درهما جراء ما روعه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما رفع سيفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل دينة وأن يأخذ فوق الدين ثلاثين درهما زيادة جراء نظير ما فعله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما رفع السيفه فروع هذا الرجل من اليهود وعينئذ يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق محمدية أخلاق إسلامية يا رسول الله والله ما أردت الدين وإنما أردت أن أختبرك وجدت فيك كل الصفات إلا أمر واحد أردت أن أتيقن منه أنه حلمك يسبق غضبك بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد جهل الجاهل إلا حلم عبد الله بن عبد الله عبد الله بن أبي بن سلون شيخ المنافقين لما حدث خلاف بين الأوس والخزرة وتشاجر قال شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلون ما نحن وهم يقصد محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال الأول فمن كلبك يأكل لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل يقصد بالأعز نفسه وهو الدليل ويقصد بالأزل محمد صلى الله عليه وسلم وهو العزيز قال ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكل لإن رجعنا إلى المدينة لما نرجع المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل عبد الله بن أبي بن سلون شيخ المنافقين أسلم باللسان ظاهرا ولم يسلم باطنا لأنه كان يعد ينصب له التاج كبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوج ملكا على أهل المدينة فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب طار حلم شيخ المنافقين فأبطن الكفر وأظهر الإسلام وتطير الكلمة وتأتي إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق ويأتي ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلون ابن شيخ المنافقين علم ما قاله عمر فجاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أمرتني لو أمرتني أن آتي إليك برأس أبي على يدي هتين أتي انظر إلى حبهم لدينهم وانظر إلى دفاعهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وانظر هذا الولد وأبيه يأتي الولد إلى النبي يقول يا رسول الله قد بلغني أنك تريد قتل أبي فوالله يا رسول الله لو أمرتني أن آتي إليك برأس أبي على يدي هتين أتي مرني أنا وأنا آتي إليك برأس أبي على يدي هتين حتى لا يقتل أحد غير أبي فيسير في الناس فأرى قاتل أبي فلعلي أقتل فأقتل مؤمنا بكافرا فأدخل النار فمرني أنا يا رسول الله أن أأتي إليك برأس أبي على يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بل نحسن صحبته ما بقي فيه أمر إلى حلم حتى مع المنافقين حتى مع المنافقين يحلم عليهم صلى الله عليه وسلم بسعة مودة وببسطة خلق يأتي إليه الأعرابي فيمسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بكل غفط وبكل جفاء يا رسول الله يا محمد ما قال رسول الله يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فإنك لست تعطيني لا من مالك ولا من مال أبيك يا الله يا الله انظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الفرى يأتي إليه عربي الجلف من البادية فيمسك بجلبيب النبي ويخلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يطرح النبي على ظهره ويقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فإنك لست تعطيني لا من مالك ولا من مال أبيك صلى الله عليه وسلم وحين إذ عمر يصحب النبي يرافق النبي سيف مرني أن أضرب عنقه ولكن هو صلى الله عليه وسلم يأمر له بالعطاء ثم يقول له يا أخ العرب أحسنت إليه انت جيت قلت لي ديني من مال الله اللي عندك لما لك قال ما لبوك فأعطاه النبي ثم قال له النبي يا أخ العرب أحسنت إليه قال ما أحسن ولا أجمل وبئس أخو العشيرة أنت يا الله يا لها من غنظة وما لهذا من جفاء ما أحسن ولا أجمل وبئس أخو العشيرة أنت فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جملي بعيرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل فوق الجملي حتى امتلأ وفاض ثم قال له أخذ بيده ودخل حجورته فقال يا أخ العرب أحسنت إليه قال وتبسم أحسنت وأجمال ونعم أخ العشيرة أنت صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في نفس أصحابي منك شيء فلو أنك فلو أنك ذهبت أمامك فقل ما قلته بيني وبينك الآن لكان خير لي ولكن لو تطلع تقول لو تطلع تقول اللي أنت اللي أنت قلته دلوقتي مبيني وما بينك يبقى أفضل لي ولكن علشان في نفسهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه يحمل حم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستيقظ نفس من النار فقال إن عاوزك بس تطلع تقول اللي أنت قلته ما بيني وما بينك أنت قلته قدامهم ما أحسنت ولا أجملت وبئس أخو العشرة أنت أمامك وبيني وبينك لما ديتك تاني وتالت وزدتك قلت أحسنت وأجملت ونعم أخو عشرة أنت عاوزك تقول ده قدامهم عشان اللي في نفسهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من أصحابه لأنه فعل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وخرج إلى أصحابه وقال لهم إن أخاكم إن أخاكم انظر إليه في لطفه وفي أدبه صلى الله عليه وسلم إن أخاكم هذا يزعم أني قد أحسنت إليه أليس كذلك يا أخا العرب فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسنت وأجملت ونعم أخ العشيرة أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركهم نبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت انظر إلى حلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان لا يغضب صلى الله عليه وسلم لا يفعل كما نفعل نحن بل هي أخلاق محمدية تحتاجها اليوم الأمة الإسلامية وهي تقتضي بخير البرية صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى بأبي وأمني هو صلى الله عليه وسلم وأما عن طواضعه فحدث على حرك هو أقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم لا تطرون كما أطرت النصارى المشيح عيسى بن مريم وإنما يقول عبد الله ورسوله يعني لا تبالغوا في متح وإنما يقول عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأأكل كما يأكل العبد عيشة رضوان الله عليها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرا من البشر كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويقوم على شأن نفسه ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله هو صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه نفسه ويخدم أهله ويخدم أهله لأبي وهو أمه وصلى الله عليه وسلم لأنه يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأأكل كما يأكل العبد تمر عليه مرأة بذيئة اللسان وهو يجلس مع الصبية يأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخذت بيده الجارية إلى حيث أرادت إلى شأنها يقضي لها ما تريد من أمرها من حاجتها صلى الله عليه وسلم يصير مع الصبية يحمل الصبية فوق كتفائه صلى الله عليه وسلم بشر من البشر أشد الناس تواضعا بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم فيجلس على الأرض يأكل مع الصبية فتمر عليه مرأة بذيئة كانت تقول كلاما فاحشا وربما تذكر في محضر الرجال ما يقول بين الرجل ومرأته هي فاحشة بذيئة اللسان فقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العب ويأكل كما يأكل العب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عب أجلس كما يجلس العب وأأكل كما يأكل العب صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة تأكل ولا تطعمني فقال يا أمت الله اجلسي فاكلي فجلست فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تطعمني من يدك فأعطاها بيده صلى الله عليه وسلم فقالت ألا تعطي ما في فمك وكانت لقمة في فمه قد لضغها فأخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم وأعطاها للمرأة فأخذتها فما ألاكتها فكانت في معيدتها إلا وألقى الله جل قدرته عليها الحياء فما سمع منها من بعدها فحشا قط حتى ماتت صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم ما كان ملكا متجدرا وإنما كان مطوابعا يحب المساكين ويدعون لهم ودائما وأبدا يقول اللهم أحييني مسكين وأمتني مسكين واحشرني واحشرني في زمرة المساكين اللهم أحييني مسكين وأمكي المسكين واحشرني في ظنورة المساكين يقول له أنس رضوان الله على يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس إن رحمة الله لا تدعهم بحال إن رحمة الله لا تتركهم بحال لا تترك هؤلاء المساكين فلذلك كان دائماً وأبداً يقول اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في ظنورة المساكين صلى الله عليه وسلم هل لا تأسينا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت دستوراً في حياتنا كانت حركة حياتنا نتأسى بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتعال أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد لأمن الكبر في المنتهى يؤدي بصاحبه إلى النار إن الرجل جاء إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم فذكر تسعة من أجداده على سبيل المباهات والكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد ذكر تسعة من أجداده هو عاشرهم كلهم في النار الكبر لا يحبه الإسلام ولا يرتضيه لذلك كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأكثر الناس حلما بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم خلق الكرم النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس كان أحلم الناس وكان أشد الناس تواضعا وكان أكرم الناس كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس ما سئل عن شيء قط فقال له صلى الله عليه وسلم يعطي غنماً بين جبالين يأتيها الرجل فيسأله فيعطيه غنماً بين جبالين فروة كبير فيعوض الرجل إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً بين جبالين وآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما له إلا ثوب واحد يركعه كما قلت يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا ثوب واحد وثوب مرقع صلى الله عليه وسلم وأتاه يوم ثوب جديد فلبسه صلى الله عليه وسلم وخرج به وخرج للثوم أمام أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بثوبه الجديد فرحاً به فقال جاء رجل عربي فقال يا رسول الله هبني هذا الثوب يا الله النبي ما له إلا ثوب واحد ثوب مرقع جعلت فيه رقعة بجوال الرقعة كان الثوب كان الثوب إذا مزق لا يلقى وإنما يؤتى بقطعة أخرى من القماش فيصل هذه بتلك ولا يلقى فكان ثوبه ثوباً مرقع واليوم النبي صلى الله عليه وسلم يلبث ثوباً جديداً فيأتيه هذا الرجل فيقول يا رسول الله هبني هذا الثوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد سائلاً وما قال لا إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم وخلع ثوبه ولبث ثوبه المرقع والنبي في داخل حجرته يخلع ثوبه لهذا الرجل أقبع على عليه الأصحاب يلومون فقالوا يا رسول الله فقالوا للرجل أما رأيت رسول الله قد لبث ثوبه للتو يا أخي دا لسه لبث دلوقتي تيجي أنت تطلب من النبي وأنت تعلم أن النبي لا يرد سائلاً تبسيب يلبس مرة فقال والله ما أخذته طمعاً وإنما أردت أن يكون كفناً لي من بعد مماتي أردت أن يكون هذا الثوب كفن لي بعد موتي إذا ما مات يكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثوبه بأبي وأميه صلى الله عليه وسلم كان أسخى الناس وكان أكرم الناس لو طبقنا هذا الخلق هذا الكرم المحمدي لو طبقنا التكافل في الأمة الإسلامية اليوم والله ما وجد فقير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو طبق العالم اليوم هذا الخلق الكرم المحمدي صلى الله عليه وسلم لم يبقى على ظهر الأرض فقير واحد عندما يكفل الناس بعضهم بعضا وعندما يعطي الناس بعضهم بعضا ولا يحرم هذا ذاك لم يبقى فقيرا واحدا على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم أسخى الناس أكرم الناس أحلم الناس أشد الناس تواضعا أرحم الناس صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمه الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن على كتفه والحسين على الكتف الآخر وعبد الله من خلفه على ظهره ويأتي القيس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت تقبل الصبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم الرجل تعج أنا من أنا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبية الصغار الحسن والحسين وغيرهم من الصبية يرى النبي بعينه يقبل الأطفال الصغار ويلاعبهم ويضاحكهم فيقول الرجل للنبي أنت تقبلهم يا رسول الله والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت يوما واحدا منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل لك وما أصدع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك الرحمون يرحمهم الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس حتى بالحيوانات تقول عائشة رضوان الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد التبرز أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت دين الحس دين المشاعر الحسنة المشاعر المطيئة ننرأ إلي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التبرز أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت دين حس دين مشاعر لطيفة يقول يا عائشة ما دخل اللين في شاي إلا زانة وما نزع من شاي إلا شانة يعني عابة يقول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرح زبيحة فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان النبي إذا أراد التبرز إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد حتى لا يشم منه ريح لا يسمع له صوت فدخل يوما حائطا من لرجل من الأنصار في بستان يقضي حاجة فإذا بجمل قد اشتدت شكيمته جمل فر من صاحبه شريد من صاحبه فقالوا فقالوا يا رسول الله نخشى عليك من الجمل قد اشتدت شكيمته قد استصعب على صاحبه لا ينقاد الجمل إذا ما استصعب على صاحبه لا ينقاد ولا يستطيع أحد أن يقوى عليه فقالوا يا رسول الله نخشى عليك منه لأن الجمل إذا قرب منه إنسان أذاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا بأس علينا صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الجمل فوضع يده وأخذ بأصول ضفريه أي أذنيه ووضع يده وعلى رأسه كأدل شيء قف رحمة بأبي وأمه هو صلى الله عليه وسلم الجمل استصعب كلما قرب منه إنسان أذاه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويضع يده على رأسه ويمسح على أذنيه كأذل شيء قف ثم يهو الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فلما رآه الأصحاب ساجدا قالوا يا رسول الله جمل لا إله إلا الله جمل يسجد لك نحن أولى بالسجود لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أن من أخمس قدمه إلى مفرق شعره قيحة تبض أو تنبجس في رواية قيحا ودما وصديدا فاستقبلته فلحسته بلسانها ما وفته حقه عليها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صاحب هذا الجمل؟ قال شب من الأنصار أنا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه وقال له أما تتق الله في هذه البهيمة؟ أما تتق الله في هذه البهيمة؟ أما إنه قد شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه تجيعه لا تطعمه تدئبه تحمله من المشاق ما لا يطيق ومع أننا ومع أننا نضرب المثل بالجمال في قوة التحمل لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل جمل فوق طاقته صلى الله عليه وسلم أما إنه قد شكاك إليه أنك تجيعه وتدئبه صلى الله عليه وسلم رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يحمل جملا فوق طاقته حتى وإن ضربنا به المثل صلى الله عليه وسلم من مثل محمد من اليوم؟ من به الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ أرحم الناس حتى بالحيوانات والعالم اليوم الكبير يعد على الصغير والقوي يأكل الضعيف ولا رحمة إلا من رحم ربك لأننا اليوم نفتقد إلى الأخلاق المحمدية أخلاق خير البرية أخلاق الأخلاق الإسلامية لا أزمة سياسية ولا أزمة اقتصادية وإنما الأزمة أزمة أخلاقية نفتقدها في التمثل في أخلاق خير البرية التي أمرنا بها ربنا جل قدرته انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الحياء هذا الخلق لو طبق اليوم كيف يكون حال شوارع المسلمين؟ كيف أتعامل الناس مع بعضهم من بعض؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها والعذراء هي البنت التي لم تتزوج وهي في خدرها في سن الثالثة عشر الثانية عشر عندما يأتيها أمر حيضها في القديم كان الحياء على أشده فكانت هذه البنت إذا ما أتاها أمر حيضها توارت توارت واختبأت حتى عن أهل بيتها فلم يروها حياء تستحي أمر ما رأت وأمر ما اعتادت عليه وأمر لا تعرف عنه شيء فكانت تستحي حتى من أمها في بيتها عذراء في خدرها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم تأتي إليه أم سلمة رضوان الله عليها فتقول يا رسول الله كيف تتطهر المرأة المرأة إذا ما أطتها عادتها وأتاها أمر حيضها كيف تعرف أنها قد طهرت كيف تتطهر المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ قطعة ممسكة فتطهر بها المرأة لم تفهم شيء ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تعيد السؤال كيف تتطهر المرأة فقال النبي سبحان الله خذ قطعة ممسكة فتطهري بها سبحان الله خذ قطعة ممسكة فتطهري بها وهي تقول كيف تتطهر المرأة فقال لها عائشة رضوان الله عليها وأخذت بيدها وانتحت ناحية خذ قطعة من الماء وتمسكي بها وإلى هنا نصل إلى نهاية اللقاء ونسأل الله جلت قدرته وتخدست أسماءه أن يرزقنا الأخلاق الإسلامية أخلاق خير البري محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر